بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من محاضرات تبسيط العلوم بنتكلم النهاردة على دورة حياة تحلب تاني اخضر برضو غير الكلام يدوم ما ستتكلمنا عنه اللي هو تحلب وحيد الخالية النهاردة بنتكلم على تحلب ثلث او ثلاث في شكل ثلاث فبنتكلم على تحلب الثلاث وبنشوف مع بعض شكل التحلب بنروح للسلايد التانية فبنلاقي شكل التحلب بالشكل ده قريبا بيكون تحلب بحري وليه اشكال عدة زي ما احنا شايفين قدامي بننتقل الى دورة حياته فبنتكلم على نبدأ من اول الطور المشيجي ونحدد مع بعض بلون الاخضر ادي الفيميل جاميتو فايت او النبات المشيجي المؤنس و ادي النبات المشيجي المزقق وحنلاحظ ان كلاهما ان بيحصل انقسام ميتوزي يعني مش اغتزالي مش ممكن يحصل انقسام اغتزالي هنا ليه لانه هو ان فبيكون الامشاج او الجاميت سما هو النبات المشيجي هنلاحظ بس هنا حاجة يا جماعة الخير هنلاحظ اهو هنلاحظ الحجم الحجم ده مهم اللي احنا ننتبه اليه الحجم متباين وبالتالي هيبقى التكاثر الجنسي هنا بين امشاق غير متماثل ايزوجماس فرتليزيشن فرتليزيشن او التخصيب يبقى تكاثر جنسي غير متماسل الامشاق بيحصل التقاء في الاول عشان يكون الزايغوت هنا هنغير لون الهايلايتر لان احنا هنا بقى هنتكلم على التور التاني كل ده احنا ماشيين ان هنا تكون عندي الزايغوت اتنين ان بيحصله جلمينيشن يعني انبات فيكون لي الخيط او الشكل الخيطي بيكمل النموه بتاعته فيه ده شكل الانبوبي كل ده احنا ماشيين اتنين ان وبالتالي لما يكمل النمو بتاعه في شكل الثلاث ده بيديني ايه سبروفايد او النماتي الجرثومي او البوغي اتنين ان حيرحصل بقى هنا مايوزس فنرجع الالم مرتين الهايلايتر للون الاخدر هيحصل هنا انقسام مايوزس يعني اختزالي عشان يبتدي يرجع للنماتي الماشيجي الاحادي مرة تانية هنا بقى بيتكون زوز بورز ابواغ او سابحات ابواغ سابحة هنلاحظ بس هنا حاجة نلفت نظر حضراتكم لحاجة نروح كده للالم هنا عدد الاصوات في الزوز بورز اربعة هنا كان عدد الاصوات سواء هنا او هنا عدد الاصوات اتنين فننتبه للامر ده يبقى الام شاجع عدد الاصوات اتنين انما الزوز بورز او الجراسين السابحة بيكون عدد الاصوات فيها اربعة الاصوات هنا الاصوات بتكون نوعين بتأسف الابواغ او الجراسين بتأسف الابواغ او الجراسين بتكون نوعين هيبقى نوع الاثنين هيدوا الاشكال خيطية ولكن الفرق هيظهر بعد كده لما يكمل النمو لان واحد فيهم هيبقى نبات مذكر وواحد هيبقى نبات مؤنس يبقى الجراسين او السابحات بتبتدي تنمو يحصل لها جرميشن انبات بالشكل فتكون الشكل الخيطي في الحالتين ثم تنتقل الى الشكل الانبوبي وتتنمو الى نبات ثالوس اخر الى هو الشكل التاني طبعا واضح هنا انه فيه طورين في دورة الحياة الطور الجرسومي الطور الجرسومي الى هو ده مش هو الانبات الجرسومي لكن الطور الجرسومي يبدأ منين من اول هنا اللي هو كل ده احنا عمينو اتنين ان وده كل الطور المشيجي اللي هو ان يبقى فيه ظاهر التبادل او تعاقب اجيال ما بين طورين الطورين دول شبه بعض يعني لو لم كتبتش عليهم حاجة مش هنقدر نميز ما بينهم يبقى دول تعاقب او تبادل اجيال ما بين طورين متماثلين الطورين متماثلين لكن التقاثر الجنسي ما بين امشق غير متماثلة وبكده بنكون شوفنا دورة الحياة وعشرنا الى الاشياء المميزة فيها لدورة حياة تحلو الاخدر الالفة والى ان نلتقي في فيديو قادم باذن الله اترككم في رعاية الله وامانه ان كنت وفقت فمن الله وان كنت اخطأت او نسيت شيئا فمن نفسي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واترككم في رعاية الله وامانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته